لو انت توجه رسالة لمحمد ابو جبل والطارق حامل تقولوه بي يعني ان هما يفضلوا في نادي الزمالك يعني انا بيتهيالي هما بقاهم في نادي الزمالك افضل ليهم وافضل لنادي الزمالك يعني الاتنين لعيب اكبار جبل انا شايف ان هو زهنه مش مركز عشان برضو التجديد وعشان الموضوع ده شايف طارق حامل طارق حامل دراجل ودائما انا يعني معاملتي معانا يعني اعرفه بمعرفة شخصية هو من الناس الرجالة واللي بيحبوا نادي الزمالك قوي واعتقد ان هو مش هيمشي من النادي الزمالك يعني اعتقد ان هو مكمل في نادي الزمالك ان شاء الله اعتقدوا ولا معلومات يعني كده وكده يعني كده وكده اه فطارق حامل من الناس الرجالة واللي انا بتمنى ان انا اشوفهم في نادي الزمالك وفي وسط ملعب نادي الزمالك على طول وجبل إن شاء الله يجدد ويبقى موجود ويركز أكتر وإن شاء الله يفضل مع منتخب مصر ويبقى رقم واحد في منتخب مصر إن شاء الله هو الشناوي برضو عشان محدش يقول إن أنا هم الاثنين كويسين يعني ما يبقوا في مستوىهم يعني هنبقوا بقانين المتخب يعني عايزين برضو يعني هم كويسين وفي ناس طلعوا وراهم يعني برضو لعيبة كويسة محمد صبحي ابن نادي الزمالك برضو في محمود جايد برضو لعيب كويس حارس مرمى كويس فنتمنى إن شاء الله رسالة لأبو جبل والكابتن طريق حامد إن شاء الله ربنا يكرمهم ويجددوا ويكملوا وياخدوا الدور السنة دي ويكملوا مع نادي الزمالك ويبقوا إضافة على المدى البعيد لناد الزمالك كمان